موسيقى في الحلقة دي هتكلم معك انك ازاي تعمل Rotation و Scale حسب المقدار اللي انت عايزه سواء Graphical او B-Value اول حاجة هعملها كليك افتح اي بروجيكت عندك نازل مع البرنامج او اي مشروع عندك انا عندي اللي هو Flow Plan Simple نازل مع النسخ اساسا نكليك عليه بشكل ده اليونت مش فرقة معي سواء سنتيمتر انش فيت مش فرقة معي انا كده كده عايز اديك نسال على Tool مالاش علاقة باليونت قوي الا في حالة ان انت عايز تعمل Escape باليونت ويونت لازم تعرف الفاكتور بينه ومداقعة ما نقبل كده في حلقه قبل كده دلوقتي اول حاجة عشان تعمل Rotation اعمل Zoom In مثلا عند الجزء دوت المكتب اللي هنا عايز اعمل Rotation ليه ال Share دوت اللي عندي موجود هنا كليك عليه بالشك دوت كليك على Rotation او عندك ال Shortcut بتاعه RO يعني ادوس على RO بالشكل دوت هيختارك بالحالة دي Rotate دوس Enter بيقولك اختار Base Point اي Point Graphical مثلا عند ال Center واعمل بالشكل ده اللي انت عايزه المقضار اللي انت محتاج تعمل Rotation ممكن تدوس القيمة بالشكل دوت Graphical وتدوس Click او ممكن ادوس تاني كليك على ال Object كليك على Rotation كليك على ال Base Point ودخل القيمة هو مستانية لخالها في الفادي دلوقتي ممكن اكتب أربعة خمسة دوس Enter خلاه Rotation بمقدار 45 دراجة فده Option متاح بالنسبك سواء تعمل Rotation بال Graphical بعينك كده بالنظر او عندك دخل القيمة دي اول حاجة تاني حاجة وقتها تحتاج تعمل Rotation Relative لحاجة معينة يعني خليدي مسلا اجيب اي Table هاته Table دي مسلا وهي هعملها Move هاتها من اول Piece Point دي هاته هنا ده كم نسلا مش اقت دلوقتي مسلا انت عايز تخلي ال Table ديت مع الجزء اللي هو ال Roll هنا يعني انت عايز تعمل Rotation دي Object دوت Relative ل Object تاني يبقى اول حاجة بتعملها بتجيب ال Object دوت Intersection او اي End Point مع ال Object التاني يعني دوس Click على ال Object دوت هاته Move في الحالة دي بقى بتدوس Right Click و Hold مع Shift عشان تجيب ال Mid Point او ال End Point مش هتفرم خلينا اجيب ال Mid Point اللي هي ديت بالشكل ده او خلينا ال Mid Point دي تمام بعد كده محتاجة تجيبه هنا عند اي Point في السيرفز دوت Mid Point, End Point هاته Click وهات مثلا End Point ال End Point اللي هي عنده في السيرفز دي مثلا تمام كده انت جيبت ال Object مع ال Object محتاج بقى تعمل Rotation ال Intersection دوت مع اي End Point هنا يبقى هادوس عندي ممكن اعمل Activate اللي سناب من هنا خلي بالك واعمل ال Mid Point او ال Intersection بس الطريق الاصلع انك بتدوس Right Click و Hold مع Shift يبقى هادوس على ال Object دوت اللي هو دوت الانترسكشن مع ال Point ديت هادوس على Rotation وهاختار في الحالة دي Right Click وهاختار ال Intersection واضح عندك اهي هادوس على Point ديت بقى انا عايز اعملها Rotation مش اعرف في الزاوية بس انا عرف ان هي المفروض تكون سناب مع اي Point هنا The End Point مثلا ممكن تكون سناب مع ميت Point هنا المهم اي Point على سيرفز دوت هادوس Right Click هاته End Point The End Point اهيه فانك تعمل ال Object Relative ال Object تاني بتجيب اي Point منها وبين بعض وال Point ديت نفسها بتعملها سناب على اي Point للسيرفز نفسه ده بالنسبة لل Rotation بالنسبة بقى لل Scale تقريبا نفس التولز اللي احنا عملناها من شوية مش هتفرق معك قوي خليني اعمل لك مثلا اي حاجة عايز اعملها Scale مع حاجة تانية هعمل zoom in هنا مثلا عندي دي مثلا تابل ودي تابل عندي كليك على ال Object دوت عندك Scale او Shortcut بتاعها SC او Click من هنا مباشرة برضو بتخترها ال Base Point خليها مثلا Graphical Point ديت بالشكل ده بتكبر وبتصرها زي ما انت حابب Graphical بانك بتحرك الماوس فوق تحت او ممكن تدخل Factor مباشرة الفاكتور المسنين تدخله من 0 لأكبر من 1 يعني لو اخترت من 0 ل 1 مثلا نص يبقى انت كده بتعمل Scale اقال من المقدار الحقيقي يبقى انت كده صغرته النص يعني دخلت مثلا Point 5 Enter كده خليته اقال يعني كده خليت حجمه للنص لو دوس Control Z ده الحجم الاساسي بتاعك Click عليه Click على Scale في الحالة ديت Click مثلا على Point ديت لو اخترت مثلا واحد ونص كده حجمه بقى Add الحجم الاولاني مرة ونص فال Scale Factor انك بتدخله بمقدار Add A الضعف يبقى 2 ثلاثة ضعاف ثلاثة او هكذا Control Z انت بقى عايز تعمل Scale Relative لحاجة تانية يكون نفس الحجم بتاع الحاجة التانية يعني مثلا عايز التابل ديت تكون نفس حجم التابل اللي عندي هنا ده كمسال يبقى هدوس Click مثلا على التابل ديت اول حاجة هدوس اول حاجة على اني يجبها Move او خلينا اعمل Rotation اول حاجة لل Point دي خليها مثلا بالاتجاه ده بزاوية 90 درجة تمام كده بقت نفس الزاوية مش محتاجة اعمل لها اي Rotation بمقدار ان هي 90 واضحة قوي Click على التابل ديت Click على الموف بالشكل دوت هات ال Point اللي عندك هنا ال End Point وغيرت Click مع Shift هات ال End Point اللي هي ديت هاتها Snap مع ال End Point بتاعت التابل دي باضه وغيرت Click مع Shift ال End Point اللي هي عندي ديت زوم اين لغات ما تجيبها Click بالشكل ده يبقى انت كدك جبت مكانها مع Point للتابل التاني عايز اعمل لها بقى Scale مع التابل ديت يبقى اول حاجة بادوس Click على ال Point ديت طبعا انت في الحالة دي بتختار لي Scale من هنا او انك بتكتب SC shortcut بكورت في الحالة ديت انا عايز اعمل ال Point اللي هابدة بيها لو دست على Add يبقى هي اخر Point اللي اشتغلت على دوس Enter افتكي دايما Add يبقى انت كدت تشتغل مع اخر Point اللي هي عندك دي بعد كده عندي تحت Option اللي هو Reference Click على Reference اللي هو عندي في الحالة ديت ال Reference Length الطول اللي هو هيكون ماشي بـ Scale فهدوس في الحالة دي على Shift Right Click ودوس على End Point اللي هي ال Point ديت Click بالشكل دوت لغاية أي Point انت عايز امشي عليها ال Point ديت يبقى برضو هاختار Shift Right Click End Point ال Point دي كده انت سبكت Length بتاع ال Scale كل اللي بعمله من شوقت عشان Length بتاع ال Scale كبروا الغاية فين الغاية ال End Point بتاعت التابل اللي انت عايز تسيبها زيها Shift Right Click End Point هات ال Point دي زوم ان لغاية ما تجيب ال End Point بشكلة يبقى انت كده عملت تابل زي التابل الثاني بالظبط Move عملتها Scale دي بقت زي دي بالظبط باني جبت التابل ديت عندي هنا عند ال End Point وزي ما انت شايف انا بستعمل سناب كتير فلو انت في الحالة دي مثلا بتستعمل السناب على طول End Point End Point End Point ممكن تيجي هنا Click على المينو ديت تشتغل تلغي كل حاجة معادة ال End Point بالشكل دوت هتلاقي نفسك على طول شغال مع ال End Point واعمل Activate بال F3 على طول لما بتدوس Click مثلا وتدوس على Move هتلاقي عمل سناب على طول ال End Point مع ال End Point دي طريقة لو انت عايز تشغل على طول في حالة معانا مع ال End Point بتشغل السناب بين هنا مباشرة او Shift Right Click وعلى طول Activate في الحالة اللي انت فيها ال End Point ده بالنسبة لي Scale وده بالنسبة لي Rotation